اشتركوا في القناة 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 الرجول عندها تفاصيل معينة اشتركوا في القناة 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 الناس الوقع هو ايه? اتجابها السورية. طيب ليس اتجابها السورية توقع على الكلام ده? وتاي تاني هي تنتقد الكلام ده خلاص? وتبقى انه احنا نبقى من فاوض في نفسنا. يعني نبقى بدل من حيل مشكلاتنا مع الناس البرى ان احنا بنحيل في مشاكلنا مع نفسنا. مع نفسنا. انت بتحيل في مشكلتك مع نفسك. انت ما بتحيل في مشكلتك مع الناس برا ولا عندك مشكلة مسلا بتحيلها مع المجتمع الدولي ولا كده. لأ ان احنا بنحيل في مشاكلنا مع نفسه نجيه طيب انت من بدري لأي ما حليت مشاكلك دي ليه من بدري ما اترغت انك انك انت تحيل مشكلتك مع مع الجبهة السورية ازا كانت هي الجبهة السورية دي هي الماضية معك هي المضط معك في يوم من الايام على الوسيغة بتاعت حلال الحرية والتغيير وين دور تجمع المعنين هنا ازا كان قدم للجبهة السورية دي الوسيغة ومضض عليها طيب بتتجرجر الليلة ليه? ليه الجبهة السورية جاء الليلة بتتجرجر ما كان كلامه ده تقول للناس ديل بالوضوح طيب نجي راجعين تالي للنقطة تانية في المشهد السياسي ان احنا بنهرب منا برضو ما دارين يتكلم فيها قالوا ان احنا من البداية بنتكلم عن كفاءات تقنغراب لا حزبية مستغلة ناس يجوا متعلمين فاهمين ما عندون انتماءات حزبية او انتماءات حركية او من اي مكان في السودان شارك غريب شمال جنوب اي مكان كفاءة زول يكون بس متعلم فاهم عارف هو بيعمل في شنو عشان يجي يمسك البلد دي البلد دي تمشي لي قدام لكن كونك انك انت كونك انك انت تجي تقول ليه اسي الليلة انه يا اخي كفاءات المستغلة هشة معناته انت بتتكلم عن غش وغداء حصل للشعب السوداني انت جيت قلت لما مضيت على الوسيرة دي قلت يا اخي انا حاكون حارس حاكون حارس فقط تمام حاكون حارس وما حاشارك في المرحلة الانتقالية وحاجي في الانتخابات بالصندوق قلنا لك تحية وتمام وكل الاحترام لك ومشينا معك لما نجينا اكتشفنا نواياك انك انك انت دائر تكون داخل الحكومة الانتقالية كده انت غيرت معنا شنو العهد والوعد رجعنا منك انت جيت قلت يا اخي لا انت خنته طيب الناس صدقت انك انت يا اخي انحنا خلنا وانت ماشي صاح خلاص ان احنا شقينا الصف وانت الماشي صاح طيب كونك تكون معشي صاح انك يا اخي جب لي حركات واحزاب يكونوا مشاركين في الحكومة الانتقالية لم brd من اي مكان الناس اللي بقول لك يا اخي ناس المعادية الحركات ما في زال معادي الحركات مى في زال معادي اغليم جب رئيس المجلس السيادي يكون من الشرك من الغرب من الشمال من الوسط من اي مكان بس يكونزون متعلب بس يكون ظلم وتعلم فاهم واي عشان ينمي لينا البلد دي تعالوا في المرحلة الانتغالية انت لأ انت أس حاليا قاعد في عاديس أبا بي بتقسم فيها انتو تمشوا له كده وانتو تاخدوا كرسيين في المجلس السيادي وانتو تاخدوا كده وده ما كان اتفاقنا ده ما كان اتفاقنا معاكم نهاي وتجمع المهنين واقف لحد أسي ما داير يتكلمون احنا لحد أسي منتظرين منه كلمة عشان نقدر نفهم الحاصل شنو لانه هل جابوا وخلاوني يوقعوا على الوسيقة دي وهل متكفل بانه يا اغي اشرح لينا الموضوع ده من البداية لحد النهاية لكن كونه انه نحنا نمشي بفهم والس حاليا نكون دا الفهم تغير دا والله انت لو قابلة نحنا ما قابل لنا اقوله الدار تقوله بعد المشهد الاجتماعي قلناه يا جماعة وده المشهد السياسي الحاصل الحل شنو؟ الحل انه الناس يتوحد والشارع دا واسه تسقط يسقط كلهم وين الكيزان؟ كيزان وين؟ رجعت البكاسي بتاعت الجهاز رجعت يعني احتمال في اي يوم في اليوم دي الناس يتم احتغال مجموعة من الناس وبكرة مجموعة تانية ومجموعة تالتة والناس ينسوا السورة خلاص وننسى الشهداء ودهك يكونوا لسه فيها ديس أبوا الكلام دا كده ما بيبقى الشارع بس الحاجة الجابة تجمع المهانين دا الشارع والجابة الحرية والتغيير دا الشارع ونحنا بنمشي الشارع والبيجي تاني عشان البيجي تاني يتكلم خلاص الى المشاكل الفيها لا نحن نجيب تكتلات حزبية واسمية وحركية عشان يقعدوا يشاكلوا ليه اي وزيرين اي واحد من حزب يشاكلوا ليه مع بعض والبلد تضيح تاني زي ما طاعت واي زول يشغل في الوزارة بتاعته الحزب الهو دايره والحركة الهو دايرة دا ما الكلام اني احنا متفقين عليه نحنا متفقين شخصيات وطنية متعلمة يجيبهم لي من اي مكان في السودان اي ناس جيبهم لينا في السودان بنقعد كده بنداقرهم في الحكومة المدنية دي خلاص بنداقرهم فيها شوف تبقى لايفاتنا وبقى حاجاتنا لو دقسوا بنديهم في التنكي لكن ما انه ياخد جيب ليه ناس حزبيين عشان انا لو تكلمت فيك في حزبك طوال تشكك فينه وتطلعني انا زول ممكن بكرة طلعني انا زول ما سوداني ذاتك عشان اختلفت معاك في الراي جيب ليه ناس مستغلين عشان انا اقدر اتفاهم معاهم ناس مستغلين عشان الناس تتفاهم معاهم مو ميز من الشوقوق بيدحطت爸爸 معاهم مع Rogo mmm now يتمنى من كلا الناس يا جماعة رائعين للواغع السياسي الحاصل والواغع الاجتماعي وتعاين في نفس الوقت للواغع السوري وشهيدة المشهدة الشارع حول بحللان القصص دي كلها نواحد صفوفنا منتعنا نحن الشباب نحن الوقود ونحن اللي بنموت ونحن بنكون في الصفوفة القدام نواحد جهودنا يا جماعة ونخد يديننا في يدين بعض مشاينة نحن بكرة انتوا بعد بكرة قاعدين مواصلين وصابتين مشاينة وانتوا بكرة نحن واصلين وصابتين ومواصلين خلاص يدنا في يد بعض هدفنا واحد تحية ليكم التحية لكل الأحرار الغابضين على الجمر والطحية لكل الناس الرامية قدام الناس الراكزة الناس اللي بيدعايل للوطن وما بتعايل لنفسها وما بتعايل لمصالحها الشخصية الناس الشايفة الفغيرة اللي بيعاني وبيتألم ده وما قادرة تعمل له حاجة وفي نفس الوقت بيدعايل للناس غيرهم بيدعايل اللي غيرهم شائلين قروش الوطن وناهبين حقه وبيمشوا بتاجروا بيدم الشهداء وهم الشهيد لحد يوم اللينا دمعتها ما جفت ونحنا بنختلف في كرسي وكرسيك وانا اكون في الوزاري وانا اكون في السيادي تحية لكم جميعا تحية لكل الاحرار الله يديكم الصحة